اهلي وزمالك وبيراميدز وثلاث خطوات بس تتفصل اي منهم عن الفوز باللقب لو كسب مطشين يعني مطش السيمي فاينل والفاينل شايف ازاي فرص الاهلي وفي الزمالك قدام الوداد والرجاء فرص كلام دا سوي هو الدور المغربي ايه بدأ امت رجع في بداية اغسطس برضو لكن في مواعي زيانا يبقى فرص كلام دا سوي الفريق اللي هيدي في رؤيته كويس ولازم النادي الاهلي او نادي الزمالك قبل مايلعبه في افريقيا يكون كل واحد على الاقل لعب من 5 للכاتلست أسابيع قبل مايخوض البطول الافريقيا وده اعتقد يكون حاصل ان افريقيا في شهر 9 في الأسبوع الاخير كمان من 9 في الأسبوع الاخير بكيتتاجل من 7 يبقى انت النهاردة تلعب يبقى انت النهاردة بتكلم عن أقل من 6 يبقى انت النهاردة بتكلم عن أقل من 6 من الأسابيع يكون الفرقتين سواء الاهلي او زمالك وقفوا على الحالة لهم فنيا فرص متساوية نفس الكلام برمز برضو كنفدرالية برضو تتأجل برضو في اخر تسعة ده توقيت كويس جدا جدا واعتقد ان الفرص متكافأة والفرقة اللي هتقدر تستعد كويس وتأعمل الممبوريات اللي هي اللي نقصالها اللي هتبتدي قبل الممبوريات الاخيرة هتفري معها في اداءهم معنى كلامك انه الزمالك لازم يلعب الدوري اخر موقف رسمي معظم للزمالك مش هنلعب الدوري لكن الموقف اللي بعده احنا مستنين قرار الادارة واحنا كده 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 بتمرن معنى كلامك انه لازم الزمالك يلعب الدوري حتى لو ملوش امل او حتى لو معطرد على عودته لانه بيه بيستعد لدوري الاختر طبعا اعداد للدوري الاختر اعداد انت عندك مطورة افريقيا النهاردة بحدث مش قليل يعني النهاردة لازم تخلي اللعيبة تهيئة تماما خلال مباراة الدوري اللي انت تلعب بيها لأفريقيا ولازم تبقى فيه يعني لازم اللعيبة تقتنع تماما ان اللي ده اعداد ليهم مش مقولة نهاردة هاخد بعض واتص عرارة ألعب أفريقيا بغير ملعب ألعب نطشين وديين وواطل ماينفعش ده المشكلة اللي واقعنا فيها ايام كبشي غريب لما روحنا لعبنا أفريقيا وخدنا الفرقة من فترات الاعداد وعدناها وطلعنا لعبنا دي او مبارس في السنغال اللي كانت غلطة كبيرة فاحنا عايزين نقرر الغلطة دي مع الأمدية احنا عايزين الفرقة بتاعتها تبقى مستعدة تماما وكل واحد عارف تشكيله من كويس ومن وعش من خلال الفترات المشكلة الدور اللي جاي